السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلينا ومشاهدينا الكرام في برنامج في بايتنا المدرسة أهلا وسهلا مرحبا بكم حلقة جديدة من سنسلة حلقاتنا في الحلقات الإسرائية ومادة تخصص التركيبات ومعدات الكهربية تخصص الكهرباء عموما في حلقة سابقة اتكلمنا عن السلامة والصحة المهنية وقلنا مهمة فني السلامة والصحة المهنية أو مهمة قسم السلامة والصحة المهنية ومشرف السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت أو المنشآت الصناعية أو داخل المدارس قلنا مهمة المشرف أو فني السلامة وقلنا وعرضنا بعض الصور وقلنا كمان أنه طرق الوقاية من المخاطر اللي كانت ممكن تبقى موجودة عندي زي السعق الكهرابي الاستضام بالحواجز الميكانيكية أو مثلا التعرض للأجسام أو الأجزاء الضوارة في الماكينات نهارده إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن أنواع المخاطر والإصابات المهنية إيه هي المخاطر اللي ممكن تحصل داخل المنشآت الصناعية أو داخل المصنع أو الشركة اللي العامل بيشتغل فيها أول حاجة هنتكلم عنها أنواع المخاطر أنا بيبقى عندي المخاطر الميكانيكية والمخاطر الميكانيكية دي أحد أنواع المخاطر اللي بتبقى موجودة عندي والمخاطر دي بتبقى فيها مخاطر ميكانيكية مخاطر كيميائية ومخاطر طبيعية ومخاطر تانية بسبب عدم استخدام المهمات الوقاية الشخصية مخاطر الميكانيكية هي إيه؟ بيقول لي هنا أن المخاطر الميكانيكية هي تلك المخاطر التي تنشأ نتيجة الاستضام أو الاتصال بين جسم العامل وجسم صلب مثل مخاطر السقوط والانزلاق والمشي على الأجسام المدببة أو دخول أو نحشار الجسم بين أجزاء المكينات وخاصة الأيدي والشعر والملابس ودي نقطة وضحناها قبل كده في حلقة سابقة واتكلمنا عنها بخصوص أنه العامل ما ينفعش يكون البلتو بتاعه في جزء متدلي للأسفل زي الحزام بتاع البلتو كم البلتو لو مقطوع أو ما شابه ذلك شعر الفني لو طويل فبيرتدي الخوزة بحيث أنه ما يبقاش فيه اتصال بين شعره أو بين الرأس عموماً وبين الأجزاء الدوارة في المكينات وساعتها في وقتها شبهنا الكلام دوت قلنا على أو ضربنا مثلا على مكينة المثقاب بأنواعه سواء مثقاب الشجرة أو مثقاب التسجة قلنا أنه ممكن الشعر يحصل التفاف حول الجزء الدائر ودائر بأحد المخاطر الميكانيكية اللي ممكن تنتج بسبب سوء اتباع قواعد السلامة وصحة المهنية كمان من ضمن المخاطر الميكانيكية بيبقى داخل مكان العمل أو في المنشأة الصناعية أو في المدارس بيكون فيه بعض الترابيزات أو التزج أو المندضة أو الحاجة اللي بيشتغل عليها العامل بيبقى سايب مكانه مثلا لو فيه ألواح صاج بيبقى لوح الصاج وليكن بيبقى لي بوز مدبب أو الحرفة بتاعه خارج براء التزجة في حالة مرور أي فرد طالب أو عامل في المنشأة أو أي فرد بيعمل فيه مكان وجود العائق ده بيبقى معرض أنه يحصل له إصابة أو مثلا جرح قطعي بسبب أنه ألواح الصاج المدببة برزة بعيد برزة برزة أو تخرج خارج الترابيزة أو المندضة أو التزجة اللي هو شغال عليه كمان بيبقى فيه أحد العوائق بتبقى موجودة في المنشآت الصناعية مثلا بتبقى حواجز أو التسوير حول الماكينات ما بياخدش باله وهو ماشي فبيخبط أو بيصطدم في الحواجز دي كمان بيبقى السقوط من أعلى السلالم وده قلنا برضو بيبقى أنه الفني أما بيطلع على السلالم لابد أنه بيلمح بعض الأمور كده قبل ما يستخدم السلم السلم نوع السلم هل السلم دوت خشبي أو معدني هل الأرضية اللي محطوط عليها السلم نهاية طرف السلم أو نهاية أرجل السلم هل فيها الرجل البلاستيكية أو الأعدة البلاستيكية اللي هو بنسميه حزاء رجل السلم هل هي موجودة القطع البلاستيكية اللي موجودة في السلم هل دي موجودة ولا السلم وخاصة أنه كمان لابد أنه هو يكون متبع باقي خطوات السلامة والصحة المهنية أنه هو يكون مرتقم يعني عليه حزام أو ملفوف بحزام أو يرتدي حزام خاص بالتعليق والحزام ده مربوط في حبل آخر الحبل ده بيبقى خاص بعمليات الشد وعمليات التعليق ويتحمل إجهات شد ويتحمل وزن الفني بحيث أنه لو حصل انزلاق من على درجات السلم أو حصل أنه ميل للسلم مفاجئ أو انزلاق للسلم بيكون العامل في مأمن أنه يعني في حالة تعليق أو اتشد بحيث أنه ما يسقطش على الأرض وده شفناه في صور سابقة وقلنا أن المخاطر دي تؤدي إلى حدوث قصور وقصور مضعفة بالنسبة للعامل كمان بيبقى الانزلاق أو السير على أجسام مدببة كل ده من المخاطر الميكانيكية المخاطر الميكانيكية مفادها هو الاستضرام الانزلاق مثلا يعني ممكن وهو ماشي فيه أسياق حديدية على أرضية الورشة أو المنشأة الصناعية فيه مثلا قطع خشب فيها مسامير وده خاص بمثلا فني الكهرباء أو العامل اللي بيشتغل فيه في مجال الكهرباء والتركيبات والتمديدات الكهربية وهو طالع مثلا في مرحلة عملية التأسيس للتمديدات الكهربية بيطلع على السقف هو وبيعمل عملية تمديد للخراطيم والمواصيل بتاعت الخاصة بالتمديدات الكهربية اللي هيماشي فيها الأسلاك الكهربية والمواصيلات الكهربية بيبقى المرحلة دي هو ماشي إما على السطح الخشبي الفني المعمار عمله علشان يبدأ عمليات رمي خرصان عليه أو بيبقى ماشي على طبقة التسليح اللي عملها فني التسليح على الطبقة الخشبية دي كلها بتبقى فيها مجموعة من المخاطر بيبقى في مجموعة مخاطر اللي هو ممكن وهو ماشي الأسياخ الحديدية رجليه انزلقت داخل الأسياخ الحديدية حصل أن فيه سيخ مدبب أو فيه سيخ ملتوي فحصل أنه هو بدون دراية أو من غير ما ياخد باله داس على السيخ الحديد أو السن المدبب لأحد الأسياخ الحديدية أو أنه فيه مصامير فيه ألواح الخشب اللي كانت موجودة وهو مش واخد باله داس عليها اللي يحمي من الكلام ده إيه؟ اللي يحمي من النقطة دي أنه هو لو كان متابع قواعد السلامة والصحة المهنية وكان مرتدي السيفتي حزاء السيفتي في قدمه كان هو فغنى عن الكلام ده كله فده كله بينطبق تحت قواعد السلامة والصحة المهنية وأدوات السلامة أو مهمات السلامة والصحة المهنية واللي تحميني من المخاطر الميكانيكية ده جزء يحميني من المخاطر الميكانيكية لو أنا في ورشة فيها أوناش وفيها رافعات بترفع مثلا زي ما منشوف في شركات أو مصانع المواسير والحديد والصلب وما شبه ذلك بتبقى الوينش بيجي بيرفع الحديد أو بيرفع المواسير من مكان يوديها المكان آخر في نهاية المصنع أو في مكان تشوين المواسير بيبقى لو العمالة مش مرتدية خوزة لابد في مكان زي دوت لأن ده أحد المخاطر الميكانيكية وأحد أنواع المخاطر الميكانيكية بيبقى لو هو مش مرتدي الخوزة ممكن يحصل له استضام في رأسه بأي شيء معلق أو لو الوينش شايل حاجة أو حصل سقوط لأحد الأجسام من أعلى على رأسه لو هو مش مرتدي الخوزة والخوزة دي ما بتبقاش يعني هي خوزة وخلاص لا ده بتبقى خوزة مخصصة للعمل في الأماكن دي يعني تتحمل صدمات يعني إلى حد معين بتبقى من الداخل الخوزة فيها تلبيسة كده من جوة أو يعني رافع ليها من جوة بيحمي إنه الخوزة لحظة الاستضام أو لحظة سقوط أي جسم من أعلى عليها بيحمي إن هي تصطدم مباشرة بالرأس في جزء جوة كده أو حزام جوة بيبقى رافع الخوزة عن الرأس فبالتالي بيبقى فيه نوعا ما كده جزء من الحماية بيقى الرأس من أي استضام ميكانيكي ده كده كان الكلام عن المخاطر الميكانيكية تعالي نشوف النوع التاني من المخاطر النوع التاني المخاطر الكيميائية المخاطر الكيميائية دي طبعا لما نقول مخاطر الكيميائية فهي تعرض للغازات وأبخرة وسوائل وكلام من ده تعالي نشوف التعريف بتاعها إيه هي المخاطر الناتجة عن التعامل من المواد الكيميائية سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية أو الناتجة عن تصرب هذه المواد إلى بيئة العمل طيب هنا هو يقصد بالمخاطر الكيميائية جميع المواد الكيميائية اللي ممكن بيتعامل معها أو بيتعامل معها العامل أو الفني داخل المنشأة بعض المنشآت بينتج عن شغلها أو عن إنتاجها أو تشغيلها بينتج عنه أبخرة وغازات سمة وتفاعلات كيميائية أو أنه مكان العمل بيكون في منطقة بتحيط بيها بيئة غرقة منها من ناحية أنه بيبقى فيها أبخرة وغازات والكلام ده بنشوفه في المصانع اللي هي شغالة على شركات المواد الكيميائية وشركات الدهان والطلاق وكمان شركات اللي شغالة في الأسمدة ومصانع الأسمنت دي كلها أماكن أو شركات بينتج نتيجة تشغيلها أو إنتاجها بينتج عنه مجموعة من الأبخرة والغازات وكمان بيبقى فيها بعض السوائل السوائل الضرة أو السوائل طبعا المادة بأنواعها سواء المادة الكيميائية سواء كانت بقى صلبة أو سائلة أو غازية بينتج عنها تصرب لبيئة العمل فبالتالي بيجي مهمة مسؤول السلامة والصحة المهنية بيقوم بعملية التهوية الجيدة وعملية تأمين بيئة العمل من خلال المهام بتاعته اللي احنا وضحناها في حلقة سابقة ويأمن منطقة العمل أو بيئة العمل من التصرب أو من المواد الكيميائية أو من العناصر الكيميائية اللي نتجت نتيجة التشغيل أو الإنتاج وبالتالي بيأمن هو موضوع التهوية الكامل لمنطقة العمل النوع الثالث من المخاطر عندي كده احنا قلنا مخاطر ميكانيكية ومخاطر كيميائية عندي المخاطر الطبيعية المخاطر الطبيعية دي حاجات بقى بتنتج لابد انها هتحصل تمام؟ هي المخاطر الطبيعية التي تؤثر على سلامة العامل وصحته نتيجة خطر أو ضرر طبيعي مثل الحرارة والرطوبة والضوضاء بعض الأفراد في المنشآت الصناعية ما بيتحملش ضررة الحرارة العالية ما بيتحملش ضررة الرطوبة ممكن ما بيتحملش الضوضاء في نتيجة الحرارة العالية ممكن يحصل اختناقات أو شعور بالرطوبة الغفايان والهبوط أثناء العمل دي كلها حاجات ممكن تحصل في مكان العمل غير انه الرطوبة وضارة الرطوبة العالية برضو بتأثر على صحة العمال يبقى الحرارة والرطوبة دول بيأثروا تأثير مباشر على صحة العمل طب جينا للجزء الخاص بالضوضاء بعض الأعمال أو بعض الشركات والمصانع بيبقى فيها نوع من الضوضاء والضغيج أثناء العمل وخاصة المصانع والشركات الميكانيكية اللي بتشتغل في الحديد وأعمال الحديد دي بينتق عنها ضوضاء ولو بصنا لو افتكرنا اللي قلناه في مهمات الوقاية الشخصية قلنا إن من ضمن مهمات الوقاية الشخصية حاجة اسمها سدادات الأزن سدادات الأزن أشكالها مختلفة بتبقى سماعات أو حاجة زي السماعات كده بيلبسها الفني في رأسه زي السماعات بالضبط بيلبسها على الرأس أو بتبقى زي السماعات الهندي فري كده بيلبسها برضو في الأزن بحيث إن هي تحميه من الضوضاء لإن إحنا عندنا مخاطر الضوضاء في مكان العمل دي بتؤدي إلى صمم مؤقت يعني ممكن بتوصل إلى صمم مؤقت إنه العامل بيوصل لمرحلة إنه هو ما بيسمعش نتيجة إنه كان طول النهار في الشغل أو أثناء فترة العمل هو موجود في ضوضاء والضوضاء دي أثرت على السماع عنده لدارة إنها وصلته لصمم مؤقت ممكن يواصل معاه يوم واثنين وثلاثة وأكتر من كده بس طبعا ما بيتطولش عن كده بس بتؤثر على السماع عند الفنيين في المنطقة دي وكده بنلاقي إنه من مهمة أو من ضمن مهام المسؤول السلامة والصحة المهنية اللي إحنا كنا قلناها قبل كده توفير بيئة عمل آمنة هو بيوفر له الوسيلة اللي هي السماعات أو سدادات الأزن بيوفر له الوسيلة الكافية أو الوسيلة الآمنة لحمايته من الصمم المؤقت الناتج عن حدوث الضوضاء في منطقة العمل طيب نشوف بعد كده عندي المخاطر الناشئة عن عدم توفر وسائل الأمان أو الإسعاف ودي نقطة مهمة أو النقطة دي يعني تلملي كل المخاطر اللي فاتت المخاطر اللي فاتت كانت مخاطر كيميائية ومخاطر طبيعية ومخاطر ميكانيكية لو أنا ما عنديش وسائل السلامة والصحة المهنية أو مهمات الوقاية الشخصية لو ما عنديش اي نوع من مهمات الوقاية الشخصية او الاسعافات اللي هي وسائل الامان او الاسعافات لو ما عنديش اي حاجة من دول انا هتعرض لاي نوع من المخاطر السابقة يبقى النوع هنا نوع المخاطر النشأة عن عدم توافر وسائل الامان او الاسعاف ده خطر ممكن يحصل يسبب لي جميع انواع مخاطر لأن أنا لو ما عنديش وسائل الأمان أو اللي هي مهمات الوقاية الشخصية اللي بيرتديها العامل أو الفني أو الطالب في مدرسته لو ما عنديش وسائل الوقاية أو مهمات الوقاية الشخصية أو اللي هي وسائل الإسعافات الإسعافات الأولية لو ما عنديش الكلام دوت الطالب عندي هيبقى مش في مأمن الطالب في المدرسة مش هيبقى في مأمن العامل في المنشأة الصناعية مش هيبقى في مأمن أو الفني اللي شغال مش هيبقى في مأمن الفني اللي شغال برا حر اللي هو الأعمال الحرة الكهربائي أو فني معمار أو فني معه في أي مهنة لو مش معاه وسائل الأمان بتاعته الخاصة به احنا حتى بالبديهي كده بالبديهي أو بداهيات الصنعة أو المهنة اللي موجودة برا تلاقي إن قاش لما بيدخل على شقة بيشتغل فيها أو مكان بيشتغل فيه بيغير هدوم وبيلبس هدوم الشغل ده نوع من وسائل الأمان هو عارف إن الزي اللي ارتداده ده خاص بالشغل بتاعه وبالتالي هو مأمنه مش هيبقى فيه أجزاء مقطعة أجزاء متدلية مش هيبقى فيه حزام متدل منه يعني هو مشكل اللبس بتاعه هو يباني إن اللبس متبهدل من الشغل ولكن هو مأمن نفسه بالشغل باللبس ده حرة الحركة فيه لو فيه دارة حرارة مش هتأثر عليه لأنه هو مختار اللبس المناسب للجو اللي هيشتغل فيه لو فيه طوبة مش هتأثر عليه الكلام ده كله لازم يبقى إحنا كأفراد أو فنيين أو عمالة أو طلبة في المدارس لازم يبقى فاهمين الكلام ده إن احنا قلنا إنه سلسلة حلقاتنا في السلامة والصحة المهنية وده بيخص الطالب والعامل وحتى أهلينا في البيت لما تكلمنا برضو على جزء سلامة والصحة المهنية يخص أهلينا في بيوتنا ويخصنا إحنا في البيت نوع المخاطر النشأة عن عدم توفر وسائل الأمان ده لابد من توفر وسائل الأمان اللي هي الأوناش الأحبال الأوناش وأحبال الرفع الخاصة به اللي احنا قلنا بتعلق الأفراد المهنيين أو الفنيين اللي بيمسحوا زجاج عمرات وليكن اللي هم بيركبوا أوناش الأفراد اللي بيشتغلوا على سقلات وسلالم لابد من توفر وسائل الأمان اللي هي مش هيتلع السقالة من غير ما يكون مربوط في حزام والحزام لابس بيرتدي حزام والحزام مربوط في حبل الحبل اللي هو بتعلق فيه وينش أو سقالة بحيث أنه لو حصله عملية سقوط أسفل الأسفل أو سقوط من على السقالة من أدوار عليا بيكون أنه مربوط هو في الجنش ده أو مربوط في الواير بيحصل عملية أمان أنه بيتشد بسرعة ما بيسقطش على الأرض تمام؟ غير كده عمليات الإسعافات أو وسائل الإسعافات اللي هي بتبقى موجودة وسائل الإسعافات الأولية بتبقى شنطة إسعافات موجودة مع الفني بيقدر حتى لو هو ما قدرش يسعف نفسه بيكون اللي حواليه الأفراد المحيطين به هم قدروا يعملوا له عملية الإسعافات الخاصة به ودي هنا لما بنتكلم على المهمات اللي المفروض تبقى متوفرة قلنا النضارة وقلنا الخوزة وقلنا الأفرول وقلنا السيفتي أو الحزاء السيفتي والعلامات الإرشادية الأقماع اللي هي بتقولي أو بتحددلي إن نخد بالك هنا في أعمال شغل شغالة أو منطقة عمل كل الكلام ده لازم نبقى وغدين بالنا منه طيب بعد كده مخاطر الحريق والمخاطر الناشئة عن الكهرباء أو الإضاءة ده كله أو الجملة دي كده يعني هي بتكلم عن مخاطر الحريق والمخاطر الناشئة أو النتجة عن الكهرباء الكهرباء زي ما قلنا في حلقة سابقة برضو نقولها تاني إنه في مشكلة بتحصل إنه نتيجة زيادة الحمل أو التحميل الزايد على مآخذ الطيار في المنشآت أو في المنازل نتيجة التحميل الزايد بيحصل ارتفاع في درجات الحرارة ليه الأسلاك والمواصلات والكابلات الكهربية بيحصل إنه نتيجة الارتفاع في درجة الحرارة بيحصل إيه؟ بيحصل إنه العزل اللي موجود على الأسلاك أو الكابلات أو المواصلات النحاسية بيبقى عليها طبقة من العزل اسمها طبقة ورنيش وده عزل نوع من العزل كهرابي بيحصل إنه طبقة العزل دي بتنهار ولما بتنهار طبقة العزل دي بيحصل أنه نتيجة درجة الحرارة وإنهيار طبقة العزل فبيحصل أنه طبقة البلاستيك اللي موجودة على الأسلاك بيحصل أنها حصل لها عملية يعني بتسيح طبقة البلاستيك بتنهار طبقة العزل البلاستيكية ونتيجة ذلك بيحصل تلامس بين الفردتين أو طرفين الطيقة أو الطرفين اللي موجودين في الموصل الكهراب نتيجة ذلك بيحصل القصر في الدائرة او القفلة في الدائرة اللي احنا بنسميها قفلة بقى اللي هي البومة الكبيرة اللي بتحصل دي كان نتيجة انه خطأ مني في عملية التحميل الزايد في الكهرباء وبصينا على الصور اللي موجودة هنلاقي انه في الصورة دي بتقول انه في مشترك والمشترك ده اتحط عليه اكتر من حمل وحتى لو حمل واحد الحمل اتقل من المشترك اللي احنا استخدمناه لانه طبعا مش كل المشتركات بتشتغل على اي حمل طبعا كل مشترك بيبقى حسب قدرة معينة والاحمال هل هيتحمل كل الاحمال اللي متركبة عليه ولا لا ده حريق ناتج عن الكهرباء في حرائق تانية ممكن تحصل اه في حرائق في المطبخ يعني ممكن فيه المطاعم والمطابخ والمنشآت الفنادق والكلام اللي هو بيستخدموا المطابخ فيه بيبقى ده نوع من انواع الحريق اللي ممكن يحصل نتيجة استخدام او تجهيز وجبة معينة فبيحصل ممكن يحصل حاجة زي كده او نوع من الحرائق زي كده يصعب السيطرة عليه فده برضو بيؤدي الى مشاكل بسبب الحريق عندي كمان فيه حرائق الغابات وده بيبقى نتيجة ارتفاع ضرجة الحرارة وبيتسبب فيها ضرجة الحرارة فيه كمان الحريق اللي ممكن يحصل كان بيبقى قلنا ان هو بينتج عن ارتفاع ضرجات الحرارة في المواصلات وقلنا كمان ان هو ممكن يحصل نتيجة انه تحميل زايد على المآخذ والبرائز اللي احنا بناخذ منها او اطراف التوصيل او البريزة اللي بنشتغل عليها او بنحمل عليها او المشترك اللي بنحمل عليه وحرائق الغابات اللي زي دي دي كلها مخاطر ممكن تحصل بسبب الحرائق طيب عندي بعد كده المخاطر الكهربية والمخاطر الكهربية دي عندي منها شقين شق الاول مخاطر كهربية على الانسان ومخاطر كهربية على المنشآت دول شقين مهمين او هما يعني اي مخاطر يا جماعة اي مخاطر بنتكلم فيها هي مش مخاطر على الانسان فقط او على العامل فقط اي نوع من المخاطر هو بينتر عنه يعني تأثر العامل او الفني المحيط بالمعدة وتأثر للمعدة نفسها تمام لانه ممكن وهو شغال حصلت له الاصابة تسبب انه تصرف خاطئ او تصرف عشوائي اثناء الاصابة او لحظة حدوث الاصابة فتصرف عشوائي على المكينة ادى الى حدوث مشكلة في المكينة وتعطل المكينة يبقى عندي هنا الخطر اللي بيحصل او نوع الخطر اللي بيحصل بيسبب مشكلتين او باي نوع خطر بيؤدي الى حدوث مشكلة يعني بتبقى متعلقة بالعامل او الفني او الانسان يعني ومتعلقة بالمنشأة او المعدة طيب ده كده المخاطر الكهربية طيب في حاجة مهمة اوي عايزين نتكلم فيها اللي هي العوامل التي تتوقف عليها شدة الصدمة الكهربية وتأثرها على الانسان نقطة دي مهمة اوي هنا بنتكلم عن مدى تأثر الانسان بالطيار الكهربية او الصدمة الكهربية الصدمة الكهربية احنا ممكن نلاحظ انه الفني اللي بيجيلي في البيت ممكن يعني ممكن يدخل على الشغل اللي انا كلفته بيه او اللي انا جبته علشانه فيدخل بيشتغل من غير ما يفصل الطيار الكهربية تمام ولما تكلمه تقوله افصل لك الطيار الكهربية فهو هيقول لك يعني انا ما تقلقش واخد على كده هو يعني هو ده تصرف خاطئ منه تتصرف خاطئ وانت لما قلت له كده انت بتحاول توفر له بيئة عامل امنة رغم انك مش مسئول سلامة وصحة مهنية ده انت جايبه يشتغل عندك شغلانة او هيقوم بمهمة عندك فانت بتحاول تحميه وهو قال لك انا يعني ما تشغلش بالك الدنيا يعني انا متعود على كده وده نقطة خطر خطر تماما يعني هو غلط هو يعني تصرف خاطئ منه طيب حصل انه وهو شغال او اي حد حصل اتصال كهرابي او تلامس كهرابي بينه وبين اي موصل حامل للطيار الكهربية ده كله بيعتمد على مجموعة من العوامل اللي هنقولها مع بعض ولازم نخبرنا منها لانه في مجموعة حاجات كده بتبقى مترتبة عليها هل الصدمة الكهربية هتبقى شديدة على المصاب او الشخص اللي تعرض لها او هتبقى يعني مدى تأثيرها على الانسان بتبقى على العوامل اللي هنقولها مع بعض اول حاجة عندنا رقم واحد شدة ونوع الطيار الكهرابي المار بجسم الانسان وهنا لازم نفتكر مع بعض لما قلنا انه انواع الطيار الكهرابي اللي موجود عندنا في المنازل او المنشآت بيبقى فيه نوع اللي هو الطيار المتردد والطيار المستمر دول نوعين موجودين من انواع الطيار الكهرابي اللي بيتوقف عليهم برضو لان الطيار الكهرابي ده طيار متردد والتردد بتاعه خمسين هيرتز او خمسين زبزبة في الثانية فبيبقى بناء على التردد وقيمة التردد بيبقى في نوع الطيار المتردد ده بيبقى مدى تأثر الجسم جسم الانسان في الصدمة الكهربية عندي بعد كده العضو الذي يسري فيه الطيار الكهرابي الجزئية دي جزئية العضو الذي يسري فيه الطيار الكهرابي احنا ممكن نشوف انه فني وهو شغال فيه الطيار الكهرابي او في احد الدوائر الكهربية او في التمديدات الكهربية او بيعمل صيانة لاي جهاز لمس السلك بايده وممكن يحصل تاني يعني حصل اتصال بين احد اصابعه او كاف في ايده مع كابل التوصيل او مع السلك الحامل للطيار طيب فيه تاني اصابة اه فيه ممكن نلاقي ان ارضيات المنشأة الصناعية او ارضية المكان اللي هو شغال فيه كانت مبتلة او فيه مياه وقفة فيها وهو مش واخد باله او اهمال منه حصل انه هو دخل واشتغل فيه الدايرة الكهربية او عمل الصيانة بتاعته وماهتم مش لانه مش معقول مش هياخد باله انه تحتيه مياه يعني ماهتم مش انه هو واقف في مكان مبتلة او مكان مغرق بالمياه فيه مياه كتير وده بيسبب برضو مشكلة فهو حصل له هنا يعني انه اتكهرب او يعني حصل له انه صدمة كهربية نتيجة انه هو اتصال من الارض ممكن وهو ماشي كابل خبط فيه ممكن وهو ماشي حصل انه فيه كابل حامل الطيار فحصل انه هو اتخبط فيه الكابل في كتفه في صدره في اي منطقة حصل فيها السعق الكهرابي ممكن وهو ماشي الكابل كان فيه مستوى الرأس او السلك في مستوى الرأس مش واخد باله فراح حصل تلامس بين رأسه وبين السلكه دي بتبقى اصعب حاجة لانه بيبقى اتصال مباشر على المخ على طول بتبقى اصعب موقف او اصعب صدمة كهربية وبيبقى عملية اسعافها بتبقى صعبة قوي يعني ده بما يتعلق بالعضو الذي يسر فيه الطيار الكهرابي تمام الجزء الثالث او العامل الثالث مدة سريان الطيار في الجسم مدة سريان الطيار في الجسم احنا بنلاقي انه يعني لحظة اتصال الجسم بالطيار الكهرابي احيانا بنلاقي انه الصدمة كهربية بتنطر او بتبعد الجسم المصاب بتبعده مسافة او بتحدفه مسافة بعيدة يعني بتبقى بسبب انه ده بيتحدد عليها انه مدة سريان الطيار في جسم الانسان هي ملحقتش تمسك فيه كويس او مثلا انه هو لحظة الصدمة كان جنبه احد الفنيين الاخرين او احد العمالة المجاورة ليه او احد الافراد مجاورين ليه لحق ينقذوا بسرعة فصل الطيار او بعده او بعد عنه الكابل المهم لحق يتصرف بسرعة دي بتبقى مدة سران الطيار في الجسم وبيتعلق عليها مدى اصابته ومدى انه هو جسمه تشبع بالطيار فحصلت الصدمة كبيرة بالطيار الكهرباء عندي تاني مدى مقاومة الشخص لتأثير الكهرباء مدى مقاومة الشخص لتأثير الكهرباء دي دي حاجة مهمة برضو انه بيتعلق بيها انه هل الدورة الدموية في جسم الانسان دي اللي بيتعلق عليها مقاومة الجسم خد بالك انه في كل جسمنا او في كل منطقة في الجسم او انحاء الجسم الانسان جسم الانسان عمتا ليه مقاومة كهربية ليه قيمة مقاومة وده احنا يعني حتى واحنا بندرب ولادنا في المدارس وهم بيقيسوا قيمة المقاومة او بيستخدموا اجهزة القياس علشان يقيسوا قيمة المقاومة لاحد العناصر الكهربية في اي دايرة او للدايرة الكهربية اللي هيشتغل عليها وهو بيقيس قيمة المقاومة احنا بنفهمه انه حاول وانت شغال ما تخليش ايدك او اطرافك تلمس مجسات جهاز القياس ليه لانه انت كده بتدخل قيمة مقاومة الجسم بتاعك زائد قيمة مقاومة العنصر اللي انت بتقيسه فبالتالي قياسك خاطئ تمام كده فبالتالي قياسك خاطئ وده احنا بنفهمه ان جسمك ليه مقاومة فمتحاولش تقع في الغلط ده بحيث انه تعرف تقيس كويس وطبعا احنا بنفهمه الكلام دوت وبنقوله خد بالك انت ما تلمس اصلا المجسات وانت بتقيس لانه هو ممكن يبقى بيقيس طرف المقاومة او عنصر المقاومة الكهربية ممكن يقيسها وهي خارج الدايرة عادي ما هيقيس طرف المقاومة وهي خارج الدايرة يقيس اي عنصر كهرابي اي عنصر الكتروني يقيس مقاومته وهو خارج الدايرة لو صدفت انه هو او حكمت الظروف انه هو بيقيسه داخل الدايرة فطبعا احنا مفاهمينه انه مفيش اتصال باي جسم معدني حتى لو مجسات الجهاز اللي انت بتقيس به تمام كده لأنها دائرة كهربية بتكتمل وبيبقى جسمك أحد عناصر الدائرة الكهربية دي فده بيترتب عليه مدى مقاومة الجسم أو مقاومة الشخص لتأثير الكهرباء النقطة اللي بعد كده حالة الجلد وهنا حالة الجلد دي بيتوقف عليها برضو الشق الخاص بهل الجسم مبتل أو جلد الإنسان أو هو مثلا حصل له تلامس وهو مبتل بالمياه أو مثلا يعني زي عمليات الصعق الكهرابي أو الإصابة بالصدمة الكهربية أثناء استخدام الحمام والسخان فده بتبقى شديدة لأنه جسم الإنسان مبتل بالمياه أو يعني هو واقف أصلا في مياه غير أن جسمه مبتل بالمياه وده يعني بتحصل رباط المنزل أمهاتنا في البيت أو بناتنا في المنازل وهم في المطبخ بيبقى يعني ممكن تبقى وقفة بدون ما ترتدي أي حزاء في قدمها أو وقفة على فرش ممكن تبقى وقفة على الصراميك عادي وهي وقفة على الحوض وتخسل يعني بتخسل إيديها أو إيديها مبتلة وتروح على طول زي ما قلنا قبل كده أنها ممكن تروح تشغل الخلاط أو تروح تفتح التلاجة أو بتستخدم الغسالة فتحس هي بصدمة كهربية خفيفة أو بلمسة للطيار الكهرابي فهي ساعتها بتقول إيه يعني مثلا هي باللغة الدرجة بتاعت البيت أو أمهاتنا في المنازل تقول إيه تقول إنه ده فيه ماس في التلاجة فيه ماس فيه الغسالة ده الحنفية فيها ماس هي مش وقدة بالها أن هي وقفة على الأرضية أرضية المطبخ من غير ما ترتدي أي حاجة فيه لها أو مش وقفة على فرش مش وقدة بالها أن إيديها مبتلة مش وقدة بالها أن هي البلل اللي في إيديها أو ضارة رتوبة أو حالة الجلد بتاع إيديها أو ساعتها بما بتبقاش حالة الجلد للإيد بس بقى ده هي بتبقى طالما الإيد بس مبتلة هو الجسم كله مبتلة لحظة الصدمة الكهربية دي كلها كانت عوامل بيتوقف عليها مدى تأثر الإنسان بالصدمة الكهربية وبناء عليه بيبقى هل الجسم يعني يستحمل الصدمة ولا لا في نقطة مهمة يعني برضو ممكن تفيدنا في النقطة دي وهي خاصة بمقاومة جسم الإنسان الشخص اللي بيبقى يعني هي دي بتبقى هي معلومة عامة كده بتبقى إيه الشخص اللي بيبقى يعني كان يعني فيه فرق من شخص لسه يعني كان حصل على وجبة غداء مثلا أو تناول طعام قبل الصدمة مباشرة يعني بالصدفة كان متناول طعام وفيه شخص تاني بيبقى ممكن نزل على شغله ما تناولش أي طعام الدورة الدموية في جسمه يعني مش متزبطة لأنه ما فطرش مثلا الصبح فبيبقى فيه عملية هبوط في جسمه شوية ده بيبقى بيتعلق بيه الصدمة الكهربية لو الدورة الدموية في جسمك كاملة الصدمة الكهربية هتبقى يعني إلى حد ما خفيفة طبعا بيتعلق على شدة الطيار ونوع الطيار اللي مره في جسمك بس برضو بيتعلق عليها ودي يعني معلومة عامة كده لازم نبقى عارفينها بيتعلق بيها مدى تأثر جسم الإنسان هل الدورة الدموية في جسمه طبعا الدورة الدموية في جسمك مش تبقى مكتملة إلا لو أنت البنيان الجسماني بتاعك سليم والكلام اللي هو تناولت واجبة غداء يعني الدورة الدموية كاملة فده بيبقى بيتوقف عليه جزء من مدد أو جزء من مدى تأثر جسم الإنسان بالصدمة الكهربية طيب بعد كده عندنا طالما اتكلمنا عن الحرائق النتجة عن الكهرباء وقلنا أنه عندي أنواع من الحرائق كان فيه حرائق بتنتج عن الكهرباء وحرائق بتنتج نتيجة استخدام المطبخ استخدام خاطئ وحرائق الغابات والمهم أن فيه حريق بيحصل والحريق ده لابد من استخدام معدات إطفاء الحرائق وإحنا بنشوف فيه المنشآت الصناعية وبعض المدارس بنشوف فيها عملية الإطفاء وعملية اللي هو التأمين ضد الحرائق بتبقى منظومة للحريق بتبقى منظومة أوتوماتيكية أو منظومة بتبقى متركبة في الأسقف وطبعا حنفيات الإطفاء والخراطيم المتعلقة بيها بيبقى ده كله موجود فيه المنشآت اللي موجودة عندنا طيب الأول معدات الإطفاء إحنا دلوقتي لو بنتكلم عن إطفاء في المنشآت الصناعية فيه معدات إطفاء اللي هي المعدات اليدوية والمعدات في المتناول اللي هي الطفايات دي بتستردم لمكافحة الحريق في أول مراحله يعني خد بالك أن مش في كل مراحل الحريق بقدر أستخدم الطفايات أو مطاف إطفاء الحريق بالطفايات مش في كل مراحل الحريق ولكن هنا بقول لي أن هي بتستخدم لمكافحة الحريق في أول مراحله ويجب أن تكون المطفاقة مطابقة للمواصفات القياسية والمعتمدة من الجهات المختصة وتعتبر مطفاقة البدرة أفضل المطفاقات المستخدمة وده هنشوف إحنا دلوقتي لما نتكلم عن كل نوع هنشوف هي بقى هتبقى أفضل وفعلا هي أفضل أنواع الطفايات الحريق ولكن هنستعرض مع بعض أنواع طفايات الحريق دلوقتي ويعني هنشوف مع بعض كل نوع بيستخدم فيه إطفاء نوع إيه من الحريق طيب قبل ما نتكلم عن أنواع الطفايات فيه جزئية لازم نتكلم عنها صلاحية الطفاي طفاية الحريق طالما ما تفتحتش طالما ما شدناش الفتيلة اللي هي الحلقة الصفرة اللي تبقى فيها دي صباع أو زي مفتاح كده بيتشد طالما ده ما تشدش تمام ما تفتحتش هي صالحة طيب بس كده هي صالحة لا طيب ما هو ممكن نتيجة مدة أو يعني مرور مدة صلاحيتها هي طفايات الحريق بيباليها مدة صلاحية برضو بيبقى فيه مؤشر صغير على دائرة مؤشر على طفاية الحريق المؤشر دوت بيبقى موجود في المنتصف المؤشر بيبقى واقف في المنتصف طول ما هو فيه المنتصف الطفاية مليانة وصلاحيتها شغالة من جهة المؤشر ده انحرف يمين أو يسار بيبقى بدأت مدة الصلاحية تنتهي قربة على الانتهاء أو الطفاية فاضية أو ان هي مدة صلاحيتها انتهت تمام دي جزئية لازم نبقى فاهمينها انه ازاي نعرف صلاحية طفاية الحريق طيب برضو لازم نفهم ازاي هتعامل مع طفاية الحريق ما هو انا ممكن في لحظة نشوب اي نوع من الحرائق اخد الطفاية على طول وروح اطف الحريق من غير ما اخد بالي هل الحريق ده ناتج عن الطير الكهرابي حريق حرائق بسبب الكهرباء هل الحريق ده بسبب زيوت وشحوم ومواد بيترولية مواد زيتية هل الحريق ده في مواد جفة يعني في خشب وورق وبلاستيك وكلام من غير مفهم نوع الحريق سحبت اي طفاية شدتها وبدأت اشتغل وكمان رحت وقفت في اتجاه الريح يعني وشي للريح وده غلط يعني لابد الاول اعرف نوع الحريق تاني حاجة اعرف نوع الطفاية اللي هستخدمه مع نوع الحريق ده واهم حاجة وفي طريقة الاطفاق وانا بستخدم عمليات الاطفاق لابد ان انا اكون واقف ظهري لاتجاه الريح بحيث ان الريح يبقى في اتجاه معايا في نفس اتجاهي فما يجيبش لهب او درجة الحرارة المرتفعة النتجة عن الحريق ما تبقاش كلها جاية في وشي فما اقدرش اتمكن من الحريق ده ان ما حصل ليش اي اصابة اختناء من الحريق تمام فذا بيعتمد عليه الوقفة او ان ازاي اقف قدام الحريق طيب نشوف مع بعض كده اول نوع معنا من انواع طفايات الحريق وده نوع خاص اسمه مطفاقة الماء المضغوط او طفاية الماء المضغوط الطفاية دي بيرمز لها بالرمز ايه وخلي بالك كل طفاية هنشوفها لها لون معين هي ممكن يبقى كله احمر ممكن وممكن يبقى فيه لون تاني اسود بس بيبقى عليها شريط الشريط ده بيبين نوع الطفاية وهنشوف مع بعض طفاية الماء المضغوط اللي هي بيرمز لها بالرمز ايه تعال نشوف كده مع بعض هي عبارة عن استوانة معبئة بالماء تحت ضغط غاز خامل طيب اول حاجة لازم تيجي في بالي او في دماغي على طول وتفكيري كده ده احنا قلنا انه مش اي نوع طفاية يستخدم مع اي نوع حريق يبقى نوع طفايات اي طفاية فيها نوع من الماء او معبئة بالماء اي نوع معبئ بالماء لا يستخدم مع ايه الحرائق الناتجة بسبب الكهرباء تمام كده وتستخدم النوع ده بيستخدم لاتفاق حرائق الاخشاب والاوراق والنسيج والبلاستيك يعني المواد الصلبة تمام يبقى طفاية الماء المضغوط دي بتستخدم اللي هي رمزها نخب بنا من الرموز دي رمزها وهنشوف صورة ليها كمان رمزها ايه دي عبارة عن استوانة معبئة بالماء تحت ضغط غاز خامل وكمان بتستخدم لاتفاق حرائق الاخشاب والنسيج والبلاستيك والاوراق يعني المواد الصلبة ده شكل الطفاية والمكان اللي احنا بنقول عليه ناخد بالنا لو بصينا على الطفاية دي كده حنلاقي انه لو بصينا هنا حنلاقي انه الطفاية عندي ده كده المؤشر ولو خدت بالك من المؤشر هنا هتلاقي انه المؤشر موجود فيه المنتصف يعني صلاحيتها شغالة مظبوط تمام طيب الحاجة التانية انه الجزء اللي موجود هنا ده مكتوب عليه ووتر الشريط ده بيبقى شريط ملون وهنشوفه في بعض الطفاية دلوقتي هتلاقيه بقى الوان مختلفة الجزء اللي مكتوب فيه كلمة ووتر ده هياخد لون تاني دلوقتي تمام الفتيلة اللي احنا بنقول عليها برضو نوضح شكل الفتيلة اللي احنا بنقول عليها هي الحلقة اللي موجودة هنا دي الفتيلة دي لو تشدت لو تشدت يبقى تقدر تستخدم الطفاية من غير ما تشد الفتيلة دي مش هتقدر تستخدم الطفاية واستخدامك للطفاية بتكون ايد يدك اليمين او اليمنى بتبقى شايلة الطفاية من هنا بعد نزع الفتيل بنقدر نمسك الطفاية من هنا ونضغط على اليد دي ساعتها بتبقى تحرة الحركة بنضغط عليها ونمسك الخرطوم باليد الأخرى أو اليسرى وأوجهها ناحية الحريق ولما بوجهها ناحية الحريق براعي دائما لازم أراعي أن اتجاه الريح معايا يعني ايه؟ اتجاه الريح جاي من ظهري بحيث أنه يكون بيدفع لهب النيران بعيد عني تمام؟ ده كده شكل طفاية المياه وبقول لي هنا انتبه يعني فيه حاجة مهمة قوي لا يمكن استخدام هذا النوع لإطفاء الحرائق أو حرائق الأجهزة والمعدات الكهربية طيب ما دال إحنا قلناه أي نوع طفاية حريق مستخدم فيه الماء لا يمكن استخدامه مع الحرائق الناتجة بسبب الطيار الكهرابي أو الأجهزة المتصلة بالطيار الكهرابي تمام؟ أو حرائق الزيوت والشحوم أو المعادن مطفاة الماء تخفض درجة حرارة المواد المشتعلة تمام؟ دي أهم فايدة لها بتخفض درجة حرارة المادة المشتعلة علشان كده بنستخدمها مع المواد الصلبة طيب النوع التاني مطفاة ساني أكسيد الكربون اللي هي رمزها البي سي أو طفاية ساني أكسيد الكربون الطفاية دي هي استوانة من الصلب تحتوي على غاز ساني أكسيد الكربون الذي تم ضغطه لضارة الإسالة يعني هي تم ملقها بغاز ساني أكسيد الكربون وتم ضغطه بضارة كبيرة لحد ما وصل لضارة أنه بقى غاز ساني أكسيد الكربون ده بقى غاز سائل داخل الطفاية تمام؟ وده شكل التفاية معنا بيبقى لونها اللون الأسود واللي مكتوب عليها هنا بيبقى الغاز ساني أكسيد الكربون بيبقى مكتوب على الشريط وقلنا أنه خد بالك النوع ده أو أي طفاية بيبقى موجود عليها هنا الجزء ده بيبقى مكتوب عليه اسم الطفاية ودي مجموعة بيانات عن الطفاية وبرضو عايزين نوضح جزئية مهمة هنا الطفاية برضو بيبقى ليها فتيلة موجودة هنا وبيبقى ليها مدة الصلاحية ولو لاحظنا أن الخرطوم الخاص به أو المدفع الخاص به الطفاية أو وسيلة إخراج غاز ساني أكسيد الكربون من الطفاية بيبقى واخد شكل مختلف لأنه هو بيطلع في صورة غاز ما بيطلعش في صورة مياه وبرضو بيعمل على خنق النيران في منطقة حدوث الحريقة تمام؟ طيب ده كده بالنسبة لطفاية غاز ساني أكسيد الكربون طيب بتستخدم في إيه؟ الطفاية دي بتستخدم لإطفاء حرائق الزيوت والشحوم والأصباغ وحرائق الكهرباء والسوائل سريعة الإشتعال طيب هنا طيب ما هو أنت دلوقتي قلت لنا أنه بيتم ضغط الغاز ساني أكسيد الكربون لحد ما يبقى بيوصل للحالة السائلة أيوة فعلا بس هو بيخرج من الطفاية في شكل غاز ناخد بنا من النقطة دي هو بيخرج من الطفاية في شكل غاز بيخنق النيران بيمنع عنها الهواء وبيسبب إخماد للحريق اللي موجود وكمان هي بتستخدم لإطفاء حرائق الزيوت والشحوم والأصباغ اللي ما ينفعش أستخدم معها طفاية المياه دي ما ينفعش أستخدمها يعني طفاية المياه ما ينفعش أستخدمها مع الزيوت والشحوم بستخدم طفاية غاز ساني أكسيد الكربون عندي بعد كده مطفاية الرغوة أو طفاية الرغوة ودي رمزها بي التفاية دي بتبقى استوانة معبقة بالماء واخد بالك يعني هنا الاستوانة دي معبقة بالماء ومواد عضوية تنتج الرغوة بتطلع رغوة كده شبه الفوم أو هي بيسموها الفوم وحتى التفاية بيبقى مكتوب عليها كلمة فوم طيب الطفاية دي بتستخدم في ايه؟ الطفاية دي بتستخدم المطفاة لإطفاء حرائق الزيوت والبترول والشحوم والأصبار زيها زي طفاية غاز ساني أكسيد الكربون برضو لأنها بتعمل أو رغوة بتحيط بالنيران أو لهب النيران أو المادة المشتعلة وبتمنى عنها الأكسجين برضو وبالتالي بتخنو النيران فيها هنا ده شكل الطفاية وقلنا يعني لو تلاحظ كل الطفايات يا جماعة لو لاحظنا هنلاقي كل الطفايات فيها فتيلة الأمان اللي موجودة دي مش هتشتغل الطفاية زي ما قلنا مش هتشتغل معاك إلا لما تنزع الفتيلة وقادي المؤشر اللي موجود ده طالما في النص يبقى درجة أو مدى صلاحيتها أو مدة صلاحيتها لسه ما انتهت شوية الطفاية صالحة للاستخدام وده الخرطوم بتاعها أو مدفع إخراج الفوم أو الرغوة اللي بتخرج منها طيب هنا بيقول لي برضو خد بالك من حاجة مهمة انتبه انه لا يمكن استخدام المطفاة مع حرائق التجهيزات الكهربائية المتصلة بالطيار الكهرابي الحي لانه هنا في حرائق الطيار الكهرابي لو ما قدرتش أسيطر عليها بسرعة هي بينتر عنها شرارات وبينتر عنها انه في حرائق أو في سلك داخل الحوائط أسلاح داخل الحوائط النيران التهمت فيها داخل الحوائط وأنا مش شايفها فبالتالي لابد من استخدام الطفايات الخاصة بإطفاء الحرائق اللي هي طفاية غاز ساني أكسيد الكربون عندي بعد كده مطفاية البودرة الكيموية الجفة والطفاية دي بتبقى عبارة عن استوانة معبئة بالبودرة الكيموية الجفة وتستخدم لإطفاء حرائق الكحول والبوترول والأصبار والمواد سريعة الاشتعال والمعادن مثل المارنيسيوم والسوديوم والبوتاسيوم ده شكل الطفاية موجود عليها أو مكتوب عليها برضو خد بالك إن اللون كل الطفايات أو معظمها اللي انت شفتها دلوقتي لونها أحمر تمام ما فيش غير مطفاية غاز ساني أكسيد الكربون هي اللي كان لونها أسود وكل الطفايات أو معظمها بيبقى لونه أحمر بيختلف فين هو الجزء الخاص أو الشريط الخاص ده ولون اليد لو تلاحظ لون اليد بيختلف حسب لون الشريط اللي موجود هنا أو الاستيكر اللي موجود هنا اللي مكتوب عليه كلمة بودر ده بيبقى اسم الطفاية بيبقى هو اللي موجود هنا والشريط لازرق دوت لو أنا على بعد مش قادر ألمح الكلمة ومش عارف أراها هو اللون اللازرق ده الطفاية الخاصة بالبودرة الكيموية الجفة أو بنسميها البودرة الجفة ورمزها دي وقلنا إنه دي ما بيبقاش فيها أو الطفاية دي ما بيكونش فيها أي نوع من المياه ما بيبقاش مملوقة بالمياه مع البودرة البودرة بتطلع منها بودرة جفة وبالتالي بقدر أستخدمها مع إطفاء الحرائق اللي هي النتجة عن الكحول والبوترول والأصبار والمواد سرعة الاشتعال والمعادن مثل الماغنيسيوم والسوديوم والبوتاسيوم عندي نوع تاني والنوع ده يعني هنتكلم عنه بحذر شوية وحتى يعني إحنا بنقول هنتكلم عنه بحذر وإنت كمان لما هتيجي تستخدمه مش أي حد بيستخدمه ده فنيين مخصصين للإطفاء هم اللي ممكن يستخدموا دي ومش في أي مكان يستخدموه ومش مع أي نوع تمام مطفاقة الهالون أو أبخرة السوائل المخمدة تمام المطفاقة دي أو الطفاية دي بيبقى لا يفضل استخدام هذا النوع هذا النوع لأن الأبخرة النتيجة عنه سمى وتؤثر على مستخدميها يعني ما يفضلش أنه أستخدم النوع دوت لأنه بداخله أو بيحتوي على أبخرة سمى أو بينتج عنده أبخرة سمى نتيجة تفاعلها مع الهوى فبينتج عنها أبخرة سمى وكمان يعني بالأخص في الأماكن المغلقة ما ينفعش أستخدم النوع ده في الأماكن المغلقة لأنها تحتوي أو تحوي غازات مثل الكلور والفلور والبروم وكلها غازات سمى تؤثر على طبقة الأزون تمام يبقى ده أخطر نوع من الطفيات طب هو موجود ليه؟ هو فيه نوع من الحرائق مش هيخمد إلا بالأبخرة السوائل المخمدة فيبقى النوع ده أستخدم معاه نوع أبخرة السوائل المخمدة دي بيمكن استخدامها لجميع أنواع الحرائق تمام ولكن يشترط أن هي ما تكونش في الأماكن المغلقة عندي آخر حاجة هنتكلم عنها بطنية الحريق ودي يعني إحنا ممكن نقول عنها أنه بطنية الحريق دي بتبقى ممكن موجودة في أي منزل من ضمن محتويات المطبخ لعملية التأمين من الحرائق بتبقى موجودة في أي منشأة صناعية من ضمن وسائل إطفال الحرائق هي بطنية عادية خالص بتبقى مهمتها أني أقدر أسرطر بيها على الحريق هنا يستخدم رطاء الحريق أو بطنية الحريق في المطابخ ويتم سحب البطنية من داخل العلبة هي بيبقى لها علبة مخصصة بيها وفتحة لها يعني بقدر أفتح العلبة بالكامل وتغطية الحريق بأكمله بالنيران بيبقى عن طريق أني أنا بعمل عمية وضع أو خفق ليه البطنية على الحريق وبالتالي بقدر أخنق الحريق وبرضو مش مع كل أنواع الحريق دي بستخدم يعني في أماكن اللي هي الحريق فيها مش كهربة وبيبقى مثلا في المطابخ حاجات يعني حرائق بسيطة أو اشتعال نيران بسيط بقدر أسرطر به من خلال بطنية الحريق بكده نكون نهينا حلقتنا وحلقة خاصة بالسلامة والصحة المهنية وألمينا بجزء استخدام الطفيات وقواعد السلامة والصحة المهنية وحلقتنا السابقة اتكلمنا عن مهمات الوقاية الشخصية ومهمة مسؤول السلامة والصحة المهنية بتمنى لحضراتكم دوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته